والله مش مهزر أنا مش فاضية أموت أبداً أنا بقول لهم أنه التكريمات دي حاجة جميلة أوي تطفى عن رؤية المعنوية أوي والنبي والنبي كرموني كتير قبل ما أموت بس أنت قلت جملة جميلة قلت أنا مش فاضي أموت دلوقتي بالزبط أولاً أنا أستاذ دكتور في معهد السينما كمان بعمل أسست وأنشأت أول معهد سينما في العالم أونلاين بالعربي أهميته أنه الأول مرة وما فيه إزاي تاني أنا بقول أن المدرسة وصلت لجميع الشباب المحافظات في جمهورية مصر العربية وكمان لشباب من دميع الدول العربية بيدرسوا معي إحنا وقدين جايزة أجازة الأولى في مهرجان القومي للسينما من الطلبة طوعين واحد طالب أنا عندي لغاية دلوقتي ستين ألف مشترك مش لازل كلهم ينتحنوا عندي لكن المهم إنه دخلوا وشافوا المنائم جاء معك إنت شايفة إيه رسالة حضرتك؟ أنا عندي سينما في حياتي بجد بجري وراها هي تعليم اللغة السينمائية لجميع الناطقين باللغة العربية في العالم كيفة إيه أهمية السينما قوي كده لأن كل حد عربي لازم تعلمها؟ يا حبيبتي السينما دي بتخلي الشخص نصحوة إنه يتعلمها بتلفع من مستوى الفطري والنفسي والاجتماعي وكل حاجة فعشان كده أنا بجري ورا لخباب المحافظات كلها هم أصلاً ما يقدروش اجتماعياً ومادياً ينزلوا القائرة يتعليموا بعد السينما إيه نوعية الأفلام المحببة القلب؟ أنا الحقيقة بحترم قوي قوي فيلم البريء إن كان سيل أحمد زكي وإخراج عطف الطيب وسيناريو وحيك حامر خلي بالك إن عطف الطيب ده كان ترميزي لمدة أربع سنين بعد السينما بس تخيلي إنه هو طول ما هو طالب ما كنتش تتصوري إنه يعمل حاجة عادلة يعني مش عادلة أنا أراضي بيعمل عادي جداً سبحان الله هو بني آدم جميل جداً الله يرحمه إيه الحاجات الصفات اللي تشوفيها في بنت؟ تقول إن إيه هتبقى منتيرة شطرة تكون صبورة عام عادة إنه ممكن تعيد المونتاج اللي عملته ده بالتلات أربع مرات تكون عندها حس موسيقى عندها إحساس بالرتمة بالإطلاع دي مهمة قوي 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 هل حضرتك بتؤمني بفكرة تسمعها سينما المرأة؟ ولا بتشوفي إن السينما هي السينما بغض النظر عن الراجل أو السينما؟ أنا شايفة إن السينما هي السينما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر